موسيقى والتائطل هنا My body My body يعني جسمي نبدأ بالكلمات والحصيل اللغوية إذن Number one Eye Number two Ear لهوا الأذن Number one Eye لهوا العين Number three Arm الذراع Number four Leg لهوا الرجل أو السق Number five Foot القدم Number six Nose الأنف Number seven Hand اليد Number eight Mouth لهوا الفم Number nine Feet لهوا جمع Foot تعلمنا Number five Foot لهوا القدم كي يكون عندنا قدمان أو أقدام نقول Feet وهذا الجمع لنحن نتعلمه في هذا الدرس إذن لدينا ثمن كلمة ثمن كلمة نعم وفيت هو جمع foot تدخل في الفوكابلوري بالتسع كلمات مع My body في العنوان اللي حين تكلموا اليوم حين تعلموا عشر كلمات هنا أطفال أو التلاميذ رهم في القسم في ورشة ورشة الرسم ورسم الفعل رسم باللغة الإنجليزية نقوله Draw عندنا الثناء الأول هناك طفل يرسم زميلته الثناء الثاني هناك طفل يرسم يده وضع يده على الورقة ورسم بعد قالها Look My hand انظري يدي يعني هذه معروفة الثناء الثالث هناك سؤال هل البنت ترسم في عينها وهو أسألها What is it هذه هي الكلمات التي تعلمناها في الدرس الثالث في الحصة الأولى أو دائما في الحصة الأولى إذن الكلمات هي Eye العين Ear Arm Hand Foot Leg Mouth and Nose رحين نوضفو واشقلنا في الدرس الأول كامل في الarticles باش دائما نعود لنثبت المعلومات ديولنا إذن هنا عندنا Eye رحين كل كلمة أو كل اسم من هذه الأسماء التي تدل على أعضاء جسمي بعض من أعضاء جسمي طبعا ما نقضوش نقرارهم كامل أعضاء الجسم في حصة واحدة تعلمنا رحين تعلموا هذه الثناء كلمات اليوم رحين نكتبوا لهم الarticles إذن الarticles دائما نعود أن نذكروا إنه إذا كان الاسم يبدأ بالفول إذن رحين نكتبوا له إذن رجعنا الكلمات أو الأسماء الخاصة بأعضاء الجسم أيضا دخلنا دمجنا درسين وضفنا الدرس لكي نثبتوه الarticles دائما نقولنا أنه كل اسم باللغة الإنجليزية معدود نقدر نحسبوه يعني نكتبوه بالarticles ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر